المتابعين ينضموا إلينا من واشنطن مرسل الغد خالد خيري أهلا بك خالد إذن كما ذكرت المرة الأولى في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية يتهم رئيسة أمريكية الحزب المنافس لمعاداة إسرائيل واليهود قضية دعم إسرائيل والقضية وأيضا الكراهية ضد اليهود وإسرائيل لماذا تطفو الآن على السطح حالية بسبب إثارة النائبة إلهان عمر لهذه القضية أم هناك أسباب أخرى نعم في الواقع ليس من المعتاد هنا في الولايات المتحدة أن يتطرق نائب أمريكي خاصة في الكونجرس بمجلسيه الشيخ والنواب إلى انتقاد إسرائيل علنية هذا ما قمت به النائبة المسلمة إلهان عمر ولكن هي بمثابة الشرارة التي انطلق بعدها البيت الأبيض وانطلق بعدها الجمهوريون في الأخذ بهذا الملف لاستخدامه كورقة داخلية هنا في الولايات المتحدة دونالد ترامب منذ الوهل الأولى دخل على الخط واستغله لصالح كسب أصوات اليهود الأمريكيين واعتبر أن الديمقراطيين يحاولون يعني معادات إسرائيل وكما ذكر وكما قلنا في هذا التقرير إنها المرة الأولى في التاريخ الأمريكي الذي يعني تصدر عن البيت الأبيض مثل هذه التصريحات تجاه حزب هو حزب أصيل في إدارة الشؤون السياسية في الولايات المتحدة الديمقراطيون بدورهم يعني هم سخروا من هذا التصريح هم قالوا أنهم يعملون على مصلحة إسرائيل أيضا ولكن في الوقت نفسه هم ينظرون إلى سمعة الولايات المتحدة التي تدهورت في عصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا لا ننسى أن الديمقراطيين عرقلوا الكثير من مشروعات القوانين التي كانت في صالح إسرائيل حتى مذكرة التعاون الأمني التي وقحها باراك أوباما الرئيس السابق حتى لم تمرر حتى هذه اللحظة في الكونغرس الأمريكي بسبب اعتراض بعض المشرعين على قيمة الأربعين مليار دولار التي صرفها أوباما في هذا الوقت لإسرائيل طيب هل هناك أي ردود فعل أو أي موقف لللوبي الإسرائيلي أو اليهودي في أمريكا؟ بالطبع هناك تحرقات كثيرة ومتعددة وعلى مختلف الأوجه يقوم بها اللوبي اليهودي الموالي لإسرائيل وعلى رأس ذلك منظمة الإباك هناك اتصالات جارية مع الديمقراطيين لمنع أو حثهم على وقف أي إجراءات يرونها ضد إسرائيل خاصة فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تدعم القضية الفلسطينية أو منع مساعدات عسكرية لإسرائيل لأن الديمقراطيين لا يرون في كل هذه المساعدات لإسرائيل أنها وضعت حلولا لعملية السلام لا ننسى أيضا أن الديمقراطيين يتبنون حتى هذه اللحظة حل الدولتين على عكس الجمهوريين وعلى عكس إدارة إباما ومن هنا هذا اللحظة يعمل بجد في جذب الديمقراطيين لصالحه بعد أن ظهر الديمقراطيون تعاطفا مع القضية الفلسطينية خالد خيري مرسل الغد شكرا جزيلا لك كنت معنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر